الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الانبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أحبة الأفاضل موضوع هذه الحلقة وموضوع العفو والصفح عن الناس خاصة ونحن نستضل بدلال شهر رمضان خاصة ونحن في العشر الأخيرة من رمضان يعني هذا العشر اللي في العتق من النار في التجاوز في هذا الصفح في المغفرة وجميعنا نسأل العلي القديم أن يتجاوز عننا وأي يرحمنا أحبة الكرام نادى الله تعالى نبيه في محكم كتابه فقال له مخاطبا إياه خذ العفو وامر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وقال أيضا جل شأنه فاصفح الصفحة فاصفح الصفحة الجميل أحبة الكرام العفو من صفات الله سبحانه والعفو من أسمائه الحسنى ولذلك إن الله قال سبحانه وتعالى إن الله كان عفوا غفورها وقال أيضا وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات وأمنا عائشة سألت النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله لئن أدركت العشر الأواخر من رمضان ماذا أقول فيها؟ فقال له النبي عليه الصلاة والسلام قولي اللهم إنك عفون تحب العفو فاعفوا عنا والعفو أحبة الكرام وخلق من خلق الأنبياء والمرسلين فهذا نبي الله يوسف عليه السلام فعل به إخوته ما فعلوا به ولكنه عندما استأسد وأصبح مقربا من عزيز مصر فخاطبهم بقوله لا تتريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني أودي وضرب وعندما تمكن ورجع إلى مكة مسأسدا قال ما تظنون أني فاعل بكم شوف الخلق النبوي فقالوا له أخ كريم ابن أخ كريم فقال له النبي عليه الصلاة والسلام اذهبوا فأنتم مطلقها العفو أحبة الكرام من الشيام الحسنى ومن الشيام المطلع التي ينبغي أن نتحلى بها خاصة في هذه العشر الأواخر من رمضان كذلك العفو من سمات الصالحين قال الله تعالى بعد أعود بالله من الشيطان الرجيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيضة والعافين عن الناس والعافين عن الناس والله يحب المحسنين شو مش اختم الله تعالى والله يحب المحسنين كذلك أحبة الكرام مدام هذا هو صفة أو صفات لخاص الإنسان يتميز بها كذلك له فوائد العفو له فوائد من أولى هذه الفوائد ونيل العزة والشرف الإنسان الذي تجاوز عن الناس ويعفو يصفح ينال العزة والشرف وأحكي لكم قصة وقعت بين النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وكان الصحبة قد حضروها وأن أحد الكفار جعل سيدنا أبو بكر الصديق وكسبوا والنبي عليه الصلاة والسلام يضحك وأبو بكر الصديق يعني صامت ويسبوا في أبو بكر الصديق وستيد المحمد كيبتاسم فأبو بكر الصديق وصلوا للمستوى أنه وتقلق ويرض عليه فعندما رض عليه النبي عليه الصلاة والسلام بعدما بتسم عبس في وجه أبو بكر الصديق فقد أبو بكر قال يا رسول الله يعني من صبح وكسب فيها وانتكت بتاسم ومن يردت علي غضبتي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم الرحمة المودات والنعمة المزدات عندما كنت صامتا يا أبا بكر كلف الله تعالى ملكا يرد عليه وعندما أجبته انسحب الملك وتركك معه شوف هذه القصة الرائعة وأنه تعلمنا أننا نتجاوز عن الإساءة ونكون في عزة وفي شرف عن من يسيء إلينا كذلك من تمار الفوائد الثانية وحسن العافية قال الله تعالى وما عند الله خير وأبقى وما عند الله أي من الجزاء ومن الحسن خير وأبقى أي وأدوم عند الله تعالى ثالث هذه الفوائد تنقلب العداوة إلى صداقه قال الله عز وجل ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي الحميم ولازلت أتذكر عندما كنت صبيا كانت دائما تستحضرون القولة للمؤسس الدولة العالوي يوم وليل الحسن الأول كانت يقول من يعني تعاملك معك بالإساءة فتعامل معه بالحسنة حتى يغلب خيرك على شره حتى يغلب خيرك على شره كذلك من الفوائد للعفو والصفح أن العفو والصفح يعني به تغفر الدنوب قال الله تعالى وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور الرحيم فإن الله غفور الرحيم وكيف لا يغفر لمن يغفر للعباد كما قال الله تعالى هجزاء الإحسان إلى الإحسان كذلك من سمار العفو وأن العفو ينال أو صاحب ينال الأجر والتواب قال الله عز وجل فمن عفى وأصلح فأجره على الله شوه سبحان الله فمن عفى وأصلح فأجره على الله وحده أي أن الذي سيجازيه وسيكافئه هو الله جلت قدرته أحبتي الكرام أسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من المتجاوزين أن يجعلنا وإياكم من الذين يعفون عن الناس من الذين يصفحون عن الناس خاصة في هذه العشر الأواخر ربي يغفر ورحم وجد وتكرم وتجاوز عما تعلم فإنك أنت الأعز الأكرم وأنت تعلم ولا نعلم وأنت تعلم الغيوب اللهم يا ربي رفع قدرنا ومقدارنا اللهم اجعلنا من العتقاء من النار في هذه العشر الأواخر يا رب العالمين ربنا ربنا إن ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا وإن لم تغفلنا وترحمنا لنكون لنا من الخاسرين اللهم يا ربي حب إلينا الإيمان وزينوا في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والأسيان واجعلنا من الراشدين المدين اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأزواجه أمهات الممنين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين